لما نتحدث عن أخلاقية المهنة فنحن أمام تركيب أخلاقيات المهنة فنحن أمام عبارة مركبة تتكون من السابقة ولاحقة أو عبارة أولى وعبارة ثانية العبارة الأولى هي الأخلاقيات كنا تعرجنا على هذا الموضوع بالشرح الواثي في الفصل الأول لأن الفصل الأول تعلق ببحث معنى الأخلاق لغة واصطلاحا ومفهوما لكن ما المقصود بالمهنة؟ وهل أن كل ما نأتيه من أعمال هي مهن؟ وهل أن العمل بشكل عام يرادف المهنة؟ Work and Job Lutravae Illumity إذن سنحاول أن نتوقف الآن مثل ما توقفنا عند مفهوم الأخلاق أن نتوقفها عند تعريف المهنة في اللغة العربية وطبعا قلنا التعريف اللغوي هو ذاك التعريف الذي يعود إلى جذر تكون المصطلحات المصطلحات قلنا كالنبتة هذه نبتة هذه الكلمة الظاهرة في الاستخدام العادي لكن كل كلمة إلا ولها جذور في اللغة مشتقة منها جذور في اللغة ويعني مركباتها البسيطة حروفها البسيطة على فعال التي اشتقت منها كل ذلك جذور ذلك ربما ما لا يأتي على سطح وعينا ولا ندركه لما ننطق الكلمات ولكن في واقع الأمر الكلمات لها جذور مثل ما للنبتة جذور تحت سطح العرض التعريف اللغوي هو محاولة في العودة إلى تلك الجذور جذور اللغة من أجل فهم دلالة الكلمة هي طريقة في التعريف على كل حال إذن لنطبق هذا الأمر على كلمة المهنة لغة ما هانا من هذه الحروف الثلاثة هذه الجذور الثلاثة لكلمة المهنة المهنة هي الحذق والخدمة الحذق بالخدمة والعمل ونحوه هي الحذق بالخدمة الحذق بالعمل وما نحو ذلك وأنكر الأسمعي الكسر الأسمعي هو أحد أعلان اللغة العربية أنكر الأسمعي الكسر كيف أنكر سنرى بعد ذلك ومهن يمهن مهنا إذا عمل في صنعته قال الأسمعي أعود إلى الأسمعي المهنة لاحظ معي المهنة بفتح المين هي الخدمة وقال أضاف يعني الأسمعي ولا يقال مهنة بالكسر ورد ذلك في لسان العرب لبن منظور الجزء 14 حرف الميم ما هانا مادة ما هانا والمهنة إذن المهنة من هذه الحروف الثلاثة في البداية كانت في اللغة العربية ما هانا بفتح الميم ثم تطورت إلى أن صارت بكسر ألها مهنة كما نقولها اليوم وهي الحذق بالخدمة والعمل ونحو والمهنة من فعل امتهنا يعني اتخذ ذلك النشاط المنتج حرفة له ويقال المهن بالجمع للإشارة إلى الأعمال التي يتكسب منها الناس إذن المهنة هي النشاط المنتج في حرفة ما في عمل ما يكون مجال تكسب الفرد طبعا ومهنة الرجل صنعته في اللغة العربي ويقال كان فلان يمتهن البحر هذه صغة من البلاغة في اللغة العربي كان فلان يمتهن البحر أي بمعنى يشتغل بحارا وإذا حذق الفرد مهنته وصار متميزا فيها أشار له الناس بأحد أربابها أربابها يعني كبارها شيوخها المتبحرين فيها أعلامها أعلام تلك المهن فكان مثلا يشتغل بالسياغة في الذهب فحينما يصير مبدع في ذلك وخبير بالمعادن وبالذهب وسقل الذهب وتكريف الذهب وسهر الذهب وتحويل الذهب يصبح ذلك الشخص يشار إليه بأحد أرباب صناعة الذهب فهو إذن حينما يعني يتميز شخص ما في مهنته يصير أحد أربابه والمعنى أن كل صنعة شريفة يتخذ أصحابها مصدر ليزقهم هي مهنته وغالبا ما كان الناس يتسمون بصنائعهم خذوا هذا المثال فمن ذلك قول الناس فلان التاجر أو فلان النجار أو فلان العطار أو فلان المؤدب أو فلان النساخ أو فلان الطبيب وفي هذا إشارة عميقة إلى أن مهنة الإنسان تصير آدات يعرف بها وخاصية تحدد هويته المدني ممتاز جدا هذا التوضيح تصير تلك المهنة أشبه ببطاقة الهوية المدنية في عصرنا نحن نعم نحمل جميعا بطاقات هوية مدنية لكن في واقع الأمر المهنة هي عبارة عن بطاقة هوية لكنها ليست بلاستيك أو كارتون لا وإنما هي مشتهرة لدى الناس هي صورتنا الاجتماعية المتدولة لدى الناس فهي هويتنا المدنية من يعطينا هذه الهوية بين الناس هي المهنة أو عملنا أو حرفتنا المهنة طيب إصطلاحا قلنا التعريف الإصطلاحي هو الإصطلاح في اللغة العربية يعني الاتفاق يعني المواضعة المواضعة والمواضعة يعني دعنا نتواضع على هذا الشيء كما يقول ابن جني في اللغة المواضعة هي الاتفاق فاللغة حسب ابن جني هي مواضعة المواضعة هي نوع من ما يضعه الناس ويتفقون بخصوصية الإصطلاح هو المواضعة وهو الاتفاق إذن المعنى الإصطلاحي هو المعنى المتفق عليه أو المتواضع بخصوصه لكن علينا أن نحذر هنا أن هذا المعنى ليس الشائع بين الناس لا قد يذهب في اعتبار العديد من من ربما حتى الباحثين بأن المعنى الإصطلاحي هو المعنى الشائع بين الناس لا هو المعنى الشائع صح ولكن بين أهل ذلك الاختصاص مثلا إذا كان المصطلح تربوي بين التربويين تربويين إذا كان مصطلح سيكولوجي بين علماء نفس النمو علماء المراهقة وعلماء كذا أي تخصص نفس سيكولوجي إذا كان المصطلح سوسيولوجي فإن التعريف الاستلاحي هو المشهور بين السوسيولوجين أو علماء الاشتما وهكذا قص على هذا في الفيزياء في الكيميا إلى غير ذلك طيب تعريف المهنة استلاحا قلنا هي نشاط عقلاني يعني مدرك وقصدي يعني ليس مجرد نشاط عفوي مثلا ليس مجرد نشاط مثلا مثل الترويحة النافس أو السياحة أو الفسحة لا 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 هو نشاط مصمم نشاط عقلاني مدرك قصدي يقوم به الفرد لإنتاج شيء مدي أو فكري لإنتاج شيء مدي أو فكري فكل نشاط لا يخضع لتصميم مسبق ولا يؤدي إلى منتج ما ولا يخضع إلى معايير العمل في المصنع أو في المؤسسة هو لا يدخل في باب المهنة وإنما قد يعتبر ضمن الهوايات أو ما يعرف بالنشاط الحر l'activité libre free activity المهنة هي شيء يعني مؤسس أو شيء رسمي أو شيء منظم أكثر من أي نشاط النشاطات العادية أو النشاطات الهوايات أو النشاطات التي نأتيها في أوقات الفراغ أذك شيء والمهنة شيء آخر المهنة هي نشاط يتم ضمن برامج دقيقة ضمن زمنية محددة ضمن أطر عمل محددة ضمن أسقف للعمل محددة فالمهنة هي نشاط حقلاني مدرك قصدي يقوم به الفرد بإنتاج شيء مادي أو فكري يتكسب منه